باب الجمع بين الصلاتين في الحضر الحديث الحادي والستون بعد الخمسمائة والألف عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وفي رواية بالمدينة في غير خوف ولا مطر باب من أجمع الإقامة أتم الحديث الثاني والستون بعد الخمسمائة والألف عن نافع أن عبد الله يعني ابن عمر كان إذا أجمع المقام ببلد أتم الصلاة الحديث الثالث والستون بعد الخمسمائة والألف عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة باب المسافر يا أم المقيمين الحديث الرابع والستون بعد الخمسمائة والألف عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتم صلاتكم فإنا قوم صفر باب المسافر يأتم بالمقيم الحديث الخامس والستون بعد الخمسمائة والألف عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم الحديث السادس والستون بعد الخمسمائة والألف عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاتهم فإن جمعه الإمام يصلي بصلاتهم باب الجمع في المطر الحديث السابع والستون بعد الخمسمائة والألف عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم الحديث الثامن والستون بعد الخمسمائة والألف عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك الفصل الثاني أحكام السفر باب السفر قطعة من العذاب الحديث التاسع والستون بعد الخمسمائة والألف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله باب لا تسافر المرأة إلا مع محرم الحديث السبعون بعد الخمسمائة والألف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر